السلام اخوتي في هذا الفيديو ان شاء الله سنوريكم الطريقة كيف اشترجوا السدادر ديال الدار ديوكم كي يلمعو في الظرف ساعتين او لا غير ساعة انتو ما اخوتي كان اخدوا هذا البردو هذا اللي وريدكم كنديرو على السداري ديالنا بهالطريقة هذي بشيتة كيف ما كتشوفوا معاي كان قراطيو شوية بشوية كان قراطيو ديك ذاك الفيرني القديم اللي موسخ اللي كان فيه قبل كيف ما كتشوفوا الطريقة كتجر هذي الفيرني القديم كتحيدو كيف ما شفتوه غير عبارة بحل واسخ هو كتحيدو كيرجع السداري ديالك نقي كيف ما كتشوفوا معاي هانتو ما ندول هذي الطريقة هذي مع نفس نفس السدارين كامل ندولوا معهم باد طريقة هذي هنخدمو حتى كان نحيدو ذاك الفيرني القديم كيف ما كتشوفوا معاي بهالطريقة اخوتي نحيدو ذاك الفيرني القديم كنحيدو شوية بشوية نحيدوه في الخدمة واحد شوية ولكنك شي مشي مشكل حتى غتشوفوا معاي ناتيجة كيف شاطئ يستقوض يطلعو خيرين اخوتي كما كتشوفوا معاي هنحيدو ذاك الفيرني الوسط كتحول ما امكن ضربه بالقند ديال الموس ديك الحاشية اللي كيكون من الوسط ما كوصلهم مش الموس كتحول تقلبو بالقند وكتحيد ذاك الحاشية كين اللي اخر كيف ما نشتو معاي بهالطريقة اللي كندير كنحيد ديك لكن الفيرني اللي لاسقط مال داخل في الوسط وبالنسبة لكي قلب البردوير راه موجود عند مرين دروغلي قد تسوله غير على سيرفوس سيروزيك فاره موجود 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 بكاترة بحروب حلق انواع ديال السباغات ديال المواد ديال العقاقير اللي كيكون عند دروغلي يعني ارى موجود هتاخده قد تحاول دير واحد النهار اللي بيدي لك وتحيد منها قد تسيرت نقية تخويها وتخلي غيرها تسداريه دي في شبراسة اللي تكون من نفسها من احسن طلعهم السطح حيث فيها واحد راحة شوية قاسحة يعني بجهدها على الردار يعني من الاحسن طلعهم الفوق وتخدم اعلى خطر كيفشي بيت في الفوق كما تشوفوا معاييره هالطريقة سهلة بزاف كتخدم عمل شوية بشوية بها نفس طريقة مقاعة السداري اللي عندنا كان حاول نحيد المرة اللي ولا حتى كيتنقص و كان عاود ونديرو نفس البردار كان حيدوه تاني المرة تانية كان عاودو نديرو هتال المرة تلتات قريبا سافي كايبانيك ما بقاش فيدك شاي كايباني كايباني كايبانيك كايبانيك اغير لخشب السك التي ستكلمها في ساعة وكتبيلها في الوصف هذه الساعة ويجبك ستكلمها في الوصف ويجبك القهوة والتي أردتها فيه هذه التي تصدر بها تقريبا نبدأ في الأول هذه غير كوش الثاني لا يزال نبدأ الكوش الثالث والرابع يجبك طبعا في الأول ويجبك غرام الموضوع كما تشاهدون معي نحاول نحاول هذا الشيء الذي يبقى في رصة المس سوف نسرع الفيديو بشكل اشتري طريقة كيف يتصبح لأخير سوف نغذر الكوش الثالث لنقع مية في الماكة سوف نغذر تلك المدى لبعنا سوف تخلطها مع المشكلة لن يكون جارية واحد قضية اخوتي معدير هذا المادة سوف نضيفه في البناء ومعرفته سوف يكون قاسم بسهولة مع الدير البردوي حيث تحييته في البناء اخوتي ترى نضيفه سوف نضيفه مجرده ونقرده كيف مستانة والقراطة كيف مستانتها الأخذ المكاتبان مبادر الخشب الأصلي من قشف الفياني الفوق أقوم بقى الخط قليلا بقى حتى ينسل فيه ثم يبقى هناك جرام لك الفياني القديم سوف نحصل لكم معادي سوف نعود لنا بقى واحد الكوش ثم نضيف بقى واحد الكوش آخر هذا تقريبا اخر كوش انديره هو هذا تقريبا الرابع هذا ولا الخامس ويمكنك شرعين كميزان كلا حسابه لو بانت لك باقي عمراء راك تحاول تزيد لا بانت لك صافي مقافيه ولا را صافي كدخلها لحساب على ما يتخدم يتخدم على السدري بحركة غالبا كيكون فيه بزاف حيث يكون في ذلك الحاشية كيشده الفيرني يعني بحل السدري كيكون فيه شوية الخدمة وليس بحركة غالبا كيكون فيه سائل حيث يكون فيه وليس وليس لا يوجد ذلك الحاشيات وحاول ما بكان الموس على جهة خطام لكي لا تقشر الخشب حيث يكون قاسح الموس خطام بالموس للصندوفير معروفين كيضر الغير يقوم بحركة غالبا ويقوم بحركة غالبا وليس بحركة غالبا Biz-Fi سوف ترى الزوائد على الخشب سوف ترى الزوائد على الخشب يمكنك تصبغه بأي لون يمكنك تصبغه بأي لون يمكنك تصبغه بالألوان يمكنك تصبغها لأنصبغه ألي كما تصبغه بأي لون سوف تصبغوا بالألوان سوف تصبغ فى ن Inform Smooth 可能 كنgreه لا يمكنك تصبغ الكبه اللذي لنحاول ان نح Lead القديمئة ودإضافك يبقى الخشب من الثاني يجب أن يكون صفر لا يكون قهوة من الثانية قمشتم مع الثانية يغمق بزاف طريقة سهلة بزاف تدوز دقيق بكثير تحول حيث لا تخلي حتى حجة في الثانية الخشب. يعني ما تخلي والو الوسط. تقريبا صافرة سالينة. حيث مهم. دوزنا على الشير بعض ديال بحالة دولي كينين. الشير بعض الستاري ووجوج ديال دوك الفوتوهات. انتم ماذا باكن دوزوا القاعد للحرش. قاعد كما كنت لكم ديال ميتين وعشرين او لتلتمية وعشرين. الكارتادو الصوفان كدوزها على البلسة على شير حيدي علاش. اللي علاش كرت ديالك الفيرني. حتى تبنيك لغبرة. حتى تبنيك لغبرة. يعني حتى تبنيك لغبرة كالتحيد. نقصت على الفرس قدرتي خدمة متقونة وغادي تستقلك لخدمة مية في المية. حتى تبنيك لغبرة. حتى تحكي صندوق في رفطان بيت. حتى تبنيك لغبرة. قاعد ديكسات يمكنك تحكي دوز ديكسات السباعة اللي بغيتي. اما في حالة باقي يمكنك الخشب ما كي بيجي تحكي. فارغ مدر طوال. انتم انا وصلنا للنهاية ديالفيديو تقريبا. كيف مشتورة دوزنا لي. قاعد مزيان. قاعد غير السباعة. انتم باكن مسحو. مسحو ديالك لغبرة بشيفون. انتم كان دوزون مسحو ديالك لغبرة باش يبقى الخشب الليس. باش تشد في باش تصدق لنا الخدمة. انتم رح حيدنا قاعد ذلك الشيدة باكن نحكو غير بديك ديالهم معين. انتم ندوزونها غير باش تحييد ذلك الغبرة اللي بقى اللي فوق. كيف ممكن تشوف نحيدو غير ذلك الشيد اللي بقى اللي فوق. همرا ما بقى فيه والو الفيرني رح حيدناها كامل كيف مشتورة مش هي كده كانوا. كانوا قويين بالفيرني دبرة ولا هو بيضين. كيف ما كنت شوفوا معي دباغذين بدأوا السباعة شوفوا معي السباعة. فيرني بالصفر. فيرني غير فيرني عادي. مشي الصفر ولكن غير فيرني صافي. كيف مشتورة فيرني ديالك شب يعني غير فيرني فيرني هو مصافي. ما سبغناه مش. كيف مشتورة معي فيرني بكيف كيف يطلعوه. وحاجة اخرى يا اخوة نرى ماشي بالضرورة يعني يعني اذا عندك الخشب يعني عندك غير السداري ديالك مازال ما تسبغ فيمكنك غير تحكوه تشري فيرني وتزويت فيرنيهم يعني بلا تحتاج حتى تسبغه ولا 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 شعال. يعني اذا عندك اصلا انت فتوات او لا سداري مازال ما مسبوخ او لا من فيرني او لا فيرني ومع على وقت صافي ما بقاش عجبك يعني توسخ فرعه يمكنك تحكوه غير بالقاعة الحرش و بلا ما ديالك لما ديالك تحكوه غير بالقاعة الحرش وتزويت فيرني باية طريقة هذه اللي سهلة بزاف انتوما كما شفتوا ديالك كملنا الخطمة ديالك شوفوا معي كيف يصطلعوه الشي كاملت فيرني شوفوا معي الخطمة كيف يصطلعوه كانت شوفوا الفيرني كي يلمع شوفوا معايو السلطة او لا شوفوا كيف يصطلعوه كيف مشتو معي الخطمة في الول كانوا قويين دابا شوفوا الاندي لو كيف يصطلعوه كيف مشتو الفيرني انتوما شوفوا هذا هو طلعوه او لا كشي كيف بغطفه الوقت كيف مشتو معيه فيرني هو او لا كشي طلعوه جيدا وانتوما شوفوا معاوه يعني اي واحد عنده السلطة في الطار بغاء يحلق عليهم ارى ما فيهم حتى سعادة يلاخذ ملك الشيرسال والله يصخل جميع ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على قناة الشام ايكوم شكرا